تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس فلاديمير بوتن رئيس روسيا الاتحادية الصديقة نعم جاء ذلك لدى رقاء سموه في قصلك ضيبي اليوم معاليا سيدة فلنتينيا ماتفيينكو رئيسة مجلس الجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي بحضور عدد من أصحاب السمو المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث نقلت معاليا السيدة فلنتينيا ماتفيينكو تحياتي وتقدير رئيس روسيا الاتحادية إلى جلالة الملك المفدة فظه الله ورعا وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كما حملها سموه نقل تحياته للرئيس بلاديمير بوتين وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وروسيا الاتحادية الصديقة تشهد نموا على كافة الأصعدة ومنوها سموه بما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وشعبيهما الصديقين وأهمية موصلة تطويرها على كافة الأصعدة بما يسهم في فتح أفاق الأوسع لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وتعزيز المشاريع المشتركة بما يعود بالخير والنماء على الجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة